طبعا من صام رمضان والدعوة الست من الشوارف كأنما صام الدهرة كله على اساس 36 بإذن الله فعشر حسنات عند الله فيبقى 360 يوم كأنما صام الدهرة كله لأنه العام الهجري 360 يوم تقريبا فهذا أمر الأمر الثاني تجد أن بعض الناس سوف يأمن الخائف إذا قال يا رب وسوف أشفى المريض إذا قال يا رب محمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم من رأى الحمد في دينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد هقد هل علينا شهر شوال من أيام الله سبحانه وتعالى أن نسأل له أن يملأه بالطاعة وأن يجعل همتنا بعد رمضان كهمتنا في رمضان وأن يجعلنا من عباد الدهر لعباد الشهر إن شاء الله رب العالمين طبعا أول ما طالعنا السنن المؤكدة في شوال نجد الستة أيام من شوال ويقول البعض المتحلقين الستة أيام البيض لا علاقة بهذا المسمى بالمصطلح الشرعي إنما هي الستة أيام من شوال البيض اللي هي الثالث عشر والرر عشر والخامس عشر من الشهر العربي أما مسألة الستة أيام البيض لم ترت هذه إلا على ألسنة بعض المتفيقين والمتحلقين طبعا من صام رمضان والدعوة الستة من الشوال فكأنما صام الدهر كله على أساس ستة وثلاثين يبقى ستة وثلاثين بإذن الله فعشر حسنات عند الله فيبقى تلتمائة وستين يوم كأنما صام الدهر كله لأنه العام الهجري تلتمائة وستين يوم تقريبا فهذا الأمر الأمر الثاني تجد أن بعض الناس وبالذات الأخوات أو اللي عليهم أيام يعوضونها في رمضان نتيجة سفر أو مرض أو سبب أو عذر الشهري عنده أو العذر الدوري الموجود عنده النساء فالإنسان يترى يقول أنا علي أربعة أيام من رمضان مثلا الرجل كان على سفر أو كان مريض أو الأخت الفاضلة أو بناتنا الفضليات للأمر الذي وضعه فيهن رب العبادة عز وجل ويا ترى هل أولى يعني صم علينا الأيام الفريدة كفارة قضاء يعني أم أن نسبق بالستة من شوال نقول وبالله التوفيق أنت مخير وأنت مخيرة إذا كان أنت عليك ثلاثة أربع أيام من رمضان وعايت تصومهم بعد في شوال يعني أنت مخير إما أن تصومها أولا ثم تصوم الستة من شوال إن أحببت أو أن تصوم الستة من شوال وتؤجل الأيام التي كانت عليك أو عليك نتيجة مرض أو العذر الشهري كما قلنا لأن عندنا أحد عشر شهر لغاية شعبان القادم بإذن الله رب العالمين ولكن نكتب في الوصية أنني علي مثلا خمسة أيام ستة أيام ثمانية أيام مثلا الأيام هذه الأيام لما صمتها لما يفتح الوصية يجد قبل تقسيم التاركة أن علي ديون لله رب العالمين يجب عليه أن تدفع عني قبل توزيح التاركة المهم أن القضية لست في هذا القضية أن ما يزال الرجل يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وريده التي يمشي بها ولنسألني لأعطيهن ونستعاذني لوعذن هذا كلام الله في الحديث القدسي يعني إذا الإنسان يتقرب إلى الله بالنوافل وهذه من أعظم النوافل أن يتبعه بستة من شوال وعدين سبحان الله هذه فرصة طيبة لكل مسلم مسلمة أن يصنع الخير وطالما أنت كما نقول انقل من حساب لحساب يعني انقل أيام الدنيا حسنات للآخرة جمح حسنات يعمل مخزون حتى لما يفتعد الصندوق وتخرج السجلات من تحت العرش تقدتها مليئة إن شاء الله بالحسنات يقول بعض أهل العلم من صام لله يوما هاه احتسابا لواشي الله يعني غير رمضان فكأنما ابتعد عن النار بقدر ما يبتعد طائر غراب فرخ خرج من بيضته وظل يطير ويطير الى ان مات وهرم والغربان تعمر يعني السنوات فسبحان الله انظروا هذا الخير الكبير ونسأل الله ان يتقبل مننا ومنكم ان شاء الله ولا تنسوني من صالح دعاكم وربنا يجعلنا واياكم من القائمين بطاعة الله وعلى طاعة الله بعيدا عن مصرية الله ان ربي على ما اشاء قدير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يعني حضرتك لو الموضوع كان لك هتعمل هتصم ستة من شوال ولا تفضل الفريضة الاول لا انا بالنسبة لي افضل ان انا اقضي من عليك فريضة لان هذا فرض ثم انظر الى نفل ان شاء الله اخليه درجة ثانية يعني او يتبع الفريضة ان شاء الله وعد الاذا ربنا قدرني وصمت الشهر الكامل المشكلة انها سم عشرة ايام مثلا يعني بعد رمضان يعني خلي الاياء تشوف الدنيا ساعة اجعلها طاعة فلنحول هذه الطاعات تعمل شوحنة ايمانية للعرب المترجم للقناة